اشتركوا في القناة والذي سلمه رئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية السيد إزي دوروس كوفيلوس لسموب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في حفل جوائز الأكاديمية الذي أقيم في العاصمة اليونانية أثناء بحضور رئيسة اليونان السيدة كاتيرينا ساكيلارو بولو وحضر الحفل سموب الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية وجاء منح الوسام الفخري للأكاديمية الأولمبية البحرينية تقديرا للدور المهم الذي تلعبه في رفض المسيرة العلمية للحركة الرياضية وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية في مملكة البحرين والمنطقة حيث تعد الأكاديمية امتدادا لمعهد البحرين الرياضية الذي تأسس بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عندما كان جلالته وليا للعهد ورئيسا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عام 1981 حتى تحول المعهد لمركز التدريب والتطوير عام 1990 ثم أصبح مسماه للأكاديمية الأولمبية البحرينية في 2017 ويعد الوسام الفخري تتويجا للمكانة التي وصلت إليها الأكاديمية الأولمبية البحرينية بتوجيهات وقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بعد تبنيها برامج تدريبية رفعة المستوى لتطوير الكوادر الرياضية مثل البرنامج الوطني للمدربين بمستوياته الأربعة دورة الإدارة الرياضية المتقدمة دورة مدربي النخبة المتقدمة والعديد من الدورات والندوات وورش العمل الفنية والإدارية وفي إطار التعاون المثمر بين الأكاديمية الأولمبية البحرينية والأكاديمية الأولمبية الدولية وبتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تم تنفيذ أول برنامج تعليمي في البحرين تحت عنوان دبلوم الدراسات الأولمبية المتقدمة لمنتسبية الحركة الرياضية حيث يتعمق البرنامج في الموضوعات الحالية للحركة الأولمبية وتمثل هذه المبادرة الرائدة خطوة مهمة إلى الأمام في التزام البحرين بتعزيز التمييز الأكاديمي وتعزيز القيم الأولمبية ترجمة نانسي قنقر